دكتورة اليوم موضوع الدعوة إلى الله وهذه المهمة الجليلة وبالذات فيما يخص المرأة نريد أن نتكلم بداية عن لماذا يجب أن أكون داعية وهمية هذا الأمر بمنظور الدين آه تماما فيدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله موضوع طحفة جدا وموضوع جميل جدا ولا أعتقد أن الحلقة هتكفي للكلام عنه فكذا احنا محتاجين يعني أن احنا نقصل كل شوية كده وناخد فيه بحيث صراحة أنا يعني الموضوع الزي ده مش حابة أن احنا يعني إيه ناخد رؤوس عنا ونين لكن خلينا في الحلقة دي يعني نعمل إطار أخر كده للموضوع ونبتدي بمحورين وبعدين نكمل لأن صراحة موضوع زي ده مش بس يخص الداعيات أو صاحبات العلم الشرعي أو من وقع على عاطق الدعوة إلى الله لا ده بيخص كل مرأة ونبتدي خطابنا للنساء كل مرأة وكل بنت وكل مسلمة تقول أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمد الرسول ليه ليه لأن الدعوة إلى الله إن كان يعني حكمها الشرعي ده فرد كفاية في بعض الأحوال وفرد عين في الأحوال الأخرى وهنقولي الكلام ده إن شاء الله في الحلقات الجاية وإزاي نأصلها لكن خلينا نتكلم النهاردة عن ليه مهم للمرأة المسلمة موضوع الدعوة إلى الله يعني إيه الدعوة إلى الله الأول لو هتكلم عن دعوة بمعنى إسلام يبقى أصوله قواعد يجب تبلغها لو هتكلم عن دعوة إلى الله بمعنى نشر الدعوة إلى الله يبقى أنا بختار الوسائل والطريقة والأساليب اللي أنا هقول بها لو بتكلم عن الدعوة إلى الله فن فن الدعوة إلى الله ده لها أصول ومحاور كتير جدا منها مش بس الإسلوب الوقت والزمان والكيفية والطريقة واللي يناسب شخصي ما يناسبش التاني واللي يناسب بلد ما يناسبش التانية في طريقة الفن ونشر الدعوة إلى الله عز وجل ليه بنقول إن الدعوة إلى الله دعوة مهمة آه أمره مهم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه بصيرة ده محور الكلام حلقاتي والحلقات الجاية بصيرة دي يعني إيه يعني ثلاث حاجات يعني قبل الدعوة علم علم شرع حقيق بما قال الله قال رسوله قال الصحابة أقول عرفان ولا أنكر شيء لنا كراه الصحابة ولا أنكر ولا أو أصل شيء مبتدع فيه وعمل فيه جديد وحنقول بقى الشبهات بقى ورد الشبهات عن البدع وحاجات طحفة كدا وهنجيب القضية اللي خاصة بالمرأة عشان كده أنا بقول لكم موضوع مش هيكافة حتى حلقتين لإني فيه شبهات بتقع على المرأة في أمور الدعوة إلى الله وبعدين يجي إبليس يلبس عليها يا إما تلبيس وهمي بأراء وشبهات خارجية يا إما تلبيس برضو وهمي بدافع نفسي لأمراض القلوب وإزاي موضوع كبير موضوع الدعوة له دورة كبيرة جدا 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 كنا بنديها في أكتر من 32 ساعة تدريد فشايفة يعني حافلها أن احنا نقول رؤوسها عنه لكن خلينا نحط أطر النهاردة قبل الدعوة لما باتكلم على بصيرة قبل الدعوة علم شرعي حقيقي له أصوله ومعروف مرجعيته يتفق مع سواء هتاخد مذهب من مذاب أو جمهور العماء ومعياري في أخد هنا أو هنا إيه حنقوله برضو رقم اتنين مع الدعوة اللين وحسن القول وده فن الواحده بقى وده فن الواحده وناخده زي فن الدعوة إلى الله بالقول مثلا ومن أحسن قولا القول ده طالع إزاي طريقته الفئة المخبه طريق الداعي ذات نفسه والداعية والمفروض القدوة اللي أنا في هدية شكلها إيه وشكل القدوة وينفع أقوله ولا ما ينفعش أقوله كل الواحده ده أنا بكلمك في سبع ثمان حالات رقم ثلاثة بعد الدعوة واصبر على ما أصابك الصبر الصبر على الدعوة مش بس على الأذى يعني مش بس الأذى اللي ممكن يجي لإني في بعض الحالات ما بتيجي تدعو الله بتؤذى يما تؤذى من المدعو ذات نفسه ويقوم جاي سخر منك وانت إيه يا شيخ أنت إيه انت عملالنا فيها شيخة وانت عملالنا فيها بتتعارفين حاجة احنا أفضل منك وروح مش يا إما من المدعو ذات نفسه يا إما من البيئة المحيطة أخرجوا أهل الوطن من قريتك وإنهم أناس يتطهرون يلا مشوا الناس دي كلها بيدعو إلى الله وشفناها صراحة على مدار سبحانك يا رب ويأبى الله ويأبى الله إلا إن يعز دين ويعز من يتكلم بقال الله وقال رسول الله والناس اللي كانت بتنطقوا الفيديوهات موجودة كلها عن إحنا مش عايزين بتعقل الله وقال الرسول نصا كده صراحة وتلف الأيام لأنها دول وتلف الأيام ويبقى ساحب قال الله وقال الرسول هو اللي كان يتشال فوق راسه جوال عين فموضوع الدعوة إلى الله وأهميتها بمكان آه ليه النبي على السلام قال بلغوا عني ولا ويه عشان كنقول لك إيه لا ده فرض عيد ده فرض كفاية لو فيه دعاء لو لا أن نفره منكم منكم قال لك للطبعيد فالصفات منكم دي إيه لها بقى كتير أنه يطلب العلم أولا تعالوا بقى ما نجيب الترتيب اللي قاله الشيخ السعيد الكمال أولا القرآن ما ينفعش دعية من غير ما يقول أنا بدعي لله وما نشعرف القرآن أو ما نشحافظ أو حافظ وما نشح مفسر مثلا ما عنديش أصول التفسير أو حتى مختصر من التفسير ما نشح فهم يعني إيه متشابهات القرآن ما نشعرف يعني إيه النسخ والمنسخ في القرآن لازم على أقل العلم ده يكون موجود طيب خلصت القرآن أجي بعد كده على السنة السنة النبوية أدي فقه الحديث وأصول الحديث وأخونا أخذ علم جميل جدا وسهل وأنا شايفة ده أسهل علم جميلة دي جيب تمتياز صراحة وسهل حتى على طلبة العلم يعني أصول الحديث وطلبه ومرتبه وكل ما يتعلق به وبعد كده أصول الفقه في ناس عشان بس نطلع من الدارجة بتقول أهل العلم في جديد يقولك لا الفقه هو الأصل تطلع من الفقه أخذوا منه على أصول الحديث أو على كده ولكن ما قبلها سواء اتفقنا أن الحديث الأول أو أصول الفقه الأول طبعا أصول الفقه هي أشمل عقيدة بعدين فأنا شايفة أن الأربعة دولة هم أساس لكن الثلاثة دولة متفقين أنه الأول من الثاني لكن متفقين أن القرآن أولا فصاحب الدعوة إلى الله أو بيدعو لربنا سبحانه وتعالى كده طيب ده لأننا أتلقى من القدوة وحنقول دلوقتي مواصفاته ما يفعش أخذ منين وأخذ منها عشان الشبهات واللي بيحصل إحنا في زمن فتن إحنا في زمن رهيب بصوا الزمن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى من علامات الساع ظهور التحوت الناس اللي تحت اللي لها أي قوم ولا تفهم سوف هاء القوم اللي بيتكلمون وتشدقوا بما لا يعلموا بيهرتلوا ومتصدرين للأسف يختمونها متصدرين متصدرين الإعلام متصدرين الميديا متصدرين النجوم ولا يفهموا أي حاجة وكل من طلع من الإعلام قال حاجة كل واحد ما بكلمش ياريت يتكلم في تخصصه متكلمش في تخصصه ويروح يفتي واحد يقول لك لا أصل الأزال والثاني لا يقرأ كورا أنت مالك أنت مالك بيقرأ كورا كانت أنت واحد حاسب نفسك على الإسلام والمسلمين إزاي يعني ويطلع ويتصدر وبعدين يهدموا إيه حاجتين سبتين وردين من الشبه اللي يجب عليها الدعاء يفتحيني في الموضوع المشاء اللي يجب على الدعاء إنهم يخلي بالهم من هدم الرؤوس الكبيرة فلما يتهدم الرؤوس الكبيرة إيه اللي يحصل بعدها خلاصة إذا كان البخاري يعني إيه تم القطح فيه وقول لك البخاري فيه كذا وقال على جسم معرفش مين وصف الثاني استغفروا الله كانت نصيبة واللي مش عارف بقى من الحوامل محقول قالت وقال إن النبي لا يبقى أي كلام يستحالع والبخاري فانت هدمت البخاري فما بعده بقى يا نهرب يا انت بتكلم فأصح اكتب دلوقتي سنة عن النبع الصلاة جاء بعد كده ياخد رموز الدعاء اكترى في نقطة هنا ممكن اللي هي في مواجهة الشبهات على الداعي أن يتحلى بها حتى يكون خطابه يحتوي على هذا الأمر الذي يوجه للناس هذا العلم الذي تلقاه والتسلسل الذي كثير منهجي هناك إطار فكري أو إطار منهجي لابد أن ينظم هذا العلم يعني مثلا هناك بعض الدعاية تلقونا العلم الشرعي بإنهزامية لما يحصل في الخارج فتجده يبث هذا الأمر في الخطاب كيف إنهزامية يوصد بها إنهزامية للمذهب المادية مثلا إنهزامية للقوى الآن نعم إنهزامية لأي شيء يعني يرى أن الإسلام الآن في وضع تخلف ويربط بالواقع بال يعني مثلا لو بثت هذا الأمر في خطابة لو بثت القوى النفسية في خطابة ستجد أن المتلقي لم يقبل كلام من يطعب البخاري لا هذا ديننا وهذا عزيز وكيف 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 كذلك أمور أخرى هي مثلا التسليم والتقليد الذي ليس فيه أي فكر ناقض يعني عندما يطرح أيضا الشبهة هل نقبلها بكاملية عندما يكون في الداعية هذه الروح يتلقاها نعم يتلقا فهناك إطار فكري وإطار تنظيمي أنا دايما بقول في موضوع الشبهات بالذات واختابة الانهزامية طيب أنت طالع تقول إيه؟ يعني أنت جايت بس فيه يأس وعلى نقصين ما هو عشان كده فيه صفات للداعية صفات للداعية وصفات للداعية القدوة هنفرق ما بين الاتنين دلوقتي ممكن ستة بسيطة وأم بسيطة وجدة بسيطة وبنت بسيطة حفظت آية عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ما حفظت الآية وعاتها وتأثرت بيها فرحت قالتها فلما قالتها فتحت القلوب ده دعوة إلى الله بلغوا عني ولو أيد ده جانب أما الداعية القدوة كرسة له صفات له صفات صدق الحديث قول فعله يسابق قوله ومش بس ومش يصادق الفعل سابق القول بحيث هو لما يجي يقول آه ده أنا عارفه إما كلهم إما جي الإمام عشان ينصح بالتبرع لجيش المسلمين وفيه كذا وانتلع له يلا والتطار وكذا وكذا غاب عنهم إسبوع وبعد كده طالع قاله ما كنتش حابب أنصحكم إلا إما ما اشتغلت وعجبت المال وتصدقت ساعتها قدر قلوك تصدقوا ليني لا أقول ما لا أفعل فالفعل القدوة ذات نفسه قولك القائد القدوة في فعل أما خطاب إن إحنا والدني آه صحيح دلوقتي الإسلام تكالب عليه الأمم والإسلام غريب غريب دلوقتي لكن يا هناك ويا سعدك يا كل مسلم وكل مسلمة شرفك الله عز وجل بشرف الدعوة إلى الله وإنك تتكلم عن الله عز وجل وإنك تحب بالخلق في الله سبحانه وتعالى ده ذات نفسه شرف النقطة الثانية اللي أحب أتكلم فيها التدرج اللي قالت عليه السيدة مونة التدرج في الأمر ما بيجي نتكلم حتى عن موضوع شبهات هو أنا عندي إيه لي يضحط الشبهات حجية السنة يعني إيه لي يضحط الأمر إن أنا أبقى عارف العلم الشرعي الحقيقي وعارف الرد عليه ومعايا الحجة قدي من الكتاب والحجة من السنة ما دي شبهة وضعوها تاني تبيانا لكل شيء واحد بتتكلم عنها إيه يا عم تبيانا لكل لا ما هو ما ينفعش قلاص القرآن تبيانا لكل شيء فأنا مش محتاج حاجة تانية تبين ودي الايه قد القرآنيين التانيين الفرمويين دولت اللي يقول لك لا 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 احنا أصلا ما عندناش حاجة اسمها أخذ بالأسباب فأي أخذ بالأسباب أنت كافر يا جماعة الكلام اللي بيتقال ده كارسة ما عندهمش إن فيه واحد ومسقسمين المسلمين طبقات طبقة عاملة تخدم على الطبقة اللي خلاص وصلت وصلت لإيه ما دي فهم يعني برضو جزء الصوفية والمغالاة في الصوفية أنا بحب الأخذ بالزهد والرقائق والتصوف بما يناسب بما لا يتعارض مع التاب وسن لكن المغالاة بقوا يلا والدروشة والحركات والرأس والذكر بالكلام ده وبعد يقول لك وصلت وصلت فين خلاص وصلت الربنا وانا نبي استغفر الله انت محتاج تقابل الجهل من العوامل أو من الجهل من الناس اللي واخدين فكره معين فكره مشارك في فكره معين بعلم شرع حقيقي متفق عليه بمنهجية أصولية ممنهجة بدرجات وخطوات بتتكلم عن إيه لأول بتتكلم عن عقيدة عن صالحة عن أرقان الإسلام كلها وبعد كده أتدرج في العلم وبعد كده ضحض الشبهات في العلم كل ده بيقصله منظومة متكلمة المنظومة دي اسمها منظومة العلم الشرع الحقيقي لكن هذه المنظومة مثلا تتعارض مع الهوية الخاصة لكل بلد تدعو فيه هذه الداعية يعني مثلا هنا هيؤذى يعني هو العالم كله دلوقتي ضد دعوة إلى الله يعني من علامات الساعة وختم هنا يعني من علامات الساعة من قال الله قتل بها حديث النبس احنا طبعا التفقين خلاص علامات الساعة الكبرى بداية ترجع أرض العرب مروجا خضراء خلاص تحقق أحد بقى جبل أخضر عرفها خلاص تحقق أول علامات الساعة الكبرى خلاص احنا خلصنا الصغرى وطبعا ما بين عشية تسرع الوقت انت ما تعرفش يعني الدنيا على طول كده خلاص ظهرنا خلاص الدنيا صعب يا سيدة مونة فلما نيجي نقول ان تسرع الوقت مع الفتن اللي احنا فيها مع ايه اللي هيحصل لا أنا خليني أركزلك على حاجة لما بجأتكلم عن صفات الداعية القدوة المربي أكتر من 12 طب منها زي ما قلتلك صدق اللسان منها طبعا العلم الشرعي الحق انه ياخذ زي ما قلناه كتاب القرآن بتأثيله بتفسيره بمختصره بالنسق والمنسوق بالمتشبات بالرد عليه وبعد كده أخذ الحديث أصول الحديث أو أصول الفقه أيا كان الاتنين قبل بعض وبعد كده العقيدة بكامل سبب هم تخدوا بقى أصول العقيدة كلها العقيدة التحوية وبعدين التوحيد والثلاث أصول أو أصول الإيمان اللي هي الستة ومنها التلاتة الأولين بتاع التوحيد طيب خلصنا العلم ده أبتدي إن أنا أتدرك في الفن لإني بيبقى عندي داعي إلى الله ينفر الناس ينفر الناس في الدعوة إلى الله مش بجهله ولكن بجهل أسلوبه كذا مقشر والداعي لازم يكون والدنيا موضوع إن أنا أبقى في بلد خطاب يعني يناسب بلد دون أخر ده من الفن أنتم أعلم بأمور دنيا والفتوى اللي تنفع في اليمن ما تنفعش في الشهار والفتوى اللي تنفع في بلاد الجبال أفغانستان وباكستان الناس ما تنفعش في بلاد بتوع الدلتة الناس بتوع البحر المتوسط والزرع والسهل والويد دولهم سطاط ودولهم سفار هنا جدا في زمن داعيات سوشال ميديا يعني نعم فيه مفحال ما شاء الله فيستعلم في النسق واللسق من موقع مشهور معين هذا الموقع يعني فتواه لبيئتي الخاصة تعمم وتنشر ومن يخالفها إذن هو صحيح بيئة معين تمام ولا تناسب بيئة تانية يعني مثلا احنا خليني يديك مثال بسيط وتم عليه جدال على السوشال ميديا في السنتين اللي فاتوا موضوع البنات اللي جايين من بلاد صلو معربية إسلامية وتربية إسلامية وجوم في بلاد الغرب نعم في بلاد الغرب في الشتة الفتوى اللي خاصة بالحجاب ولبس المنطو عليه أو لبس وانت عارفة الكلام وبعدين عليه البوت اللي له شكل معين ووصفات معينة وعلو معين طبعا دفت اه قعب ولا يضربنا بأرجل ما تنفعش تمشي إلا بشكل الكعب داي إما مشاء الله هتاخدها زحليقة طويلة عريضة حتى لو كانت تلجي خفيف مقبل ما يحطوا الملح موضوع الفتوى دا كلمنا فيه أكتر فالأمر عشان يتقبلوا المجتمع الآخر بصفات الشمس موجودة ثول الوقت اللهم وكذا ويطهرهم وبعد والبس دا ما ينفعش ما ينفعش تلبس الحاجة بدون بتاع درجة الحرارة سليب تمانية فيها علاج خمس تلاف ليرة مثلا لا ما دا صعب وعودي بقى كورونا ولا وحجز وعند عيان ما ينفعش أطلع من غير ما حط الشال بالنحية ديت وبتاع على الرأس لأن الدنيا لا صعب ما ينفعش انك تلبسه طويل وطهره ما بعده في الأمور اللي خاصة بتلجأ أو مية أو هكذا جزئية اللي انت قلتها دي مهمة جدا في حتة ايه في بلد لا تناسب بلد الألوان بتاعة الجنوب الفسفوري واللموني والكلام نفعش خالص في بلد تاني الألوان الطبيعة المتعارف على يا وأنت لابس يا أخت كيف أبك أن فعلت أسلوب الداعية الطريقة المكان طبيعة الناس اللي موجود العرف الذي لا يناقض شعر ده من فقه الدعو عشان كده أنا بقولك احنا مش هيكفينا أكتر من 7-8 حلقات في الموضوع ده وناخد كل الموار الرمح دكتورة ملخص الفقرة الأخيرة مهم أن نلخصه في نقاط واضحة اللي هي فكرة الأمور في لباس المرأة مثلا هناك أمور فيها سعة مختلف فيها وهناك أمور ثابتة لا يمكن أبدا أن نتجادل فيها يعني كالستر وأن يكون فضفاض وأن يكون القماستر لكن فكرة الألوان الطول الأمور هذه لابد للدعية أن يكون عنده وعي بهذه الأمور حتى لا يحرث في البر مثل ما نقول يعني لا يحرث في أرض لا غير خصبة ويجد نفسها أصلا يثير في مشاكل للعامة هم في مشاكل أكبر منها وأكثر فحالة منها فهذه الأمور لابد أن يعني ليست في اللباس فقط وإنما في أمور هنقول إن شاء الله بإذن الله وعيدة إن شاء الله في الحالات الجاية إحنا نعمل في كل حلقة ثلاثة أو أربعة على حسب الوقت أو خلين أو تري خمسة ثلاثة خمسة أمور خاصة بالنساء كيف الدعاء إلى الله الدعاء القدوة الناس اللي ما ينفعش إنها تنتكس ده ما قاله أحمد بن حمد والدعاء البساط الكلمة اللي ممكن أقولها الحديث اللي اسمعت والله أعرف أخت قالت حديث سببت إسلام واحدة بحديث فقط بلغوا عني إزاي أجمع ما بين الخيرين لو أنا ما عنديش الفرصة للعلم وما عنديش إن أطلاق إزاي أدعو بإستوب وفن وطريقة وبرضو بعلم قليل وهنقول عليه وإزاي لو أنا قدوة وعلم والنساء مين اللي في محيطك لأن ده عنوان اليوم مين النساء القدوة اللي فيهم فين في التراث وفين فين أيام الصحابيات وفين كذا عشان نقدر نحن نقتضي بيهم فمنفعش نكروت الموضوع أكثر من نعم شزاك الله خير